اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تمتد لعقود طويلة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا سموه على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم ونوه سموه بمشاركة مملكة البحرين ضمن القوات البحرية المشتركة لتأمين حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة ضمن استراتيجية العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة لضمان الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية موسيقى 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 جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله مع سعادة السيد مارك اسبر وزير الدفاع الامريكي خلال زيارة سموه لمبنى البنتاجون حيث تم عصف السلامين الوطنيين البحريني والامريكي لدى وصول سموه وقد بحث سموه معه علاقات الصدقة والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على السحتين الاقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الاقليمي والدولي موسيقى موسيقى موسيقى